حدود السودانية الأثيوبية في منطقة القضارف في هذه المنطقة وفي هذه الولاية هناك الآن وأنا أتحدث معكم اشتباكات هناك تهديدات هناك تدخلات هناك جيش أثيوبي يحاول أن يدخل وتداخل داخل الأرض السودانية هناك جيش داني بيعيد الانتشار على أرضه وحدوده وفقا ليه اتفاقية 1902 هذه الحالة الموجودة بالتأكيد حالة بتنذر بالخطر وبقول تاني أثيوبيا دولة مزعجة لكل جيرانها وبقول تاني أثيوبيا دولة أصبحت تنتج مشاكل وأزمات أثيوبيا التي شلت مفاوضات صد النهضة حتى هذه اللحظة بتدخل في نزاع مسلح مع الجانب السوداني الشقيق بتدخل في نزاع مسلح مع قبائل التجري في الداخل وهناك قبائل أخرى أو مناطق أخرى مرشحة سواء في المهارة أو باقي المناطق بقول إنه ما يجري الآن على الحدود السودانية الإثيوبية بيمثل عملية خطيرة للغاية بتنذر بكارثة في منطقة القرن الإفريقي ودولتين في من دول حوض النيل الخارجية السودانية النهاردة قالت في بيان قالوا في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية الإثيوبية الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية وقالت الخارجية السودانية في بيانها أمس تعرضت ظهر الإثنين أو الإمبارح 11 يناير 2011-2021 محلية القريشة بشرق السودان لعدوان مسلح غادر من قبل عصابات الفشقة الإثيوبية راح ضحيته خمسة سيدات بريئات وطفل وفقدان سيدتين جميعهم سودانيون كانوا منهمكين في عملية حصاد الظرة في أراضيهم في السودان زي ما قال الوزير الخارجية السوداني والمتحدث باسم الخارجية السوداني ده تصعيد خطير يعني الاعتداء الإثيوبي أدى إلى مقتل خمسة نسوة سودانيات يقمنا بحصاد حقولهم في هذا التوقيتنا العام الباني الصحف قدام حضراتكم وهو اللي نقرأت لحضراتكم وبسرعة المعلومات بتقول أنه في انفجار طائرة عسكرية تحمل أسلحة في القضارف ونجاة تقمها انفجرت طائرة عسكرية سودانية بولاية القضارف صباح الأربعاء النهاردة وقفرت مصادر عسكرية لسودان تريبيان أن الطائرة من طراز أباتشي كانت تحمل أسلحة وزخاير ووقع الحادث في مطار بمحلية الشواك بولاية القضارف مما أدى إلى احتراق الطائرة بالكامل فيما نجا الطاقم الخاص بالطائرة ووصل رئيس هيئة أركان الفريق أول ركب محمد عثمان الحسين وكبار قارة الجيش الأربع إلى الشريط الحدودي لتفقد الحالة والخطوط الأمامية أثيوبيا بتقول أثيوبيا تقوم بتشييد منظومة دفاع جوي إلى سودان في الحدود السودانية الأثيوبية منظومة الدفاع الجوي لمحاولة اسقط أي طائرة مسيرة أو أي طائرة من الطائرات القديمة بتمر في هذه المنطقة ده التحرك ده أثيوبي بالمناسبة ده منظومة صواريخ أو منظومة دفاع جوي أثيوبية وصلة هي قدام حضراتكم إلى الحدود السودانية يعني التصعيد على الحدود الأثيوبية السودانية تصعيد خطير للغاية لكن بقول تاني أنه السودان ده أرض السودان ده حدود السودان من 1902 وحتى الآن لكن الجانب الأثيوبي بيعبث الجانب الأثيوبي هو اللي بيبدأ في إشعال فتيل أزمة كانت كامنة إلى وقت قريب لكن الأثيوبيين يعني لا أستطيع أن أحمل الأمر ما لا يحتمل لكن أمام نواق على الأرض الأثيوبيين احتلوا أراضي سودانية عن طريق المزارعين والميليشيات الأراضي السودانية بحكم القانون وبحكم الترسيم الدولي والاتفاقية الدولية اللي وقعت في عام 1902 لكن الجانب الأثيوبي بيضرب بهذا عرض الحائط وبيدعو السودان إلى الجلوس على مئلة المفاوضات السودان يروح يقعد على مئلة المفاوضات من أجل ترسيم الحدود يجد أنه هناك خرق على الأرض من الجانب الأثيوبي كيف تدعو إلى الجلوس على مئلة المفاوضات وكيف تقوم بخرق هذا الاتفاق قبل الجلوس يعني إثيوبيا عندما تريد أن تميد شيء أو تقتل شيء تدعو إلى المفاوضات يعني شيء غريب وإحنا جربنا والجانب السوداني مجرب المفاوضات مع إثيوبيا في مسألة سد النهضة إثيوبيا بتقول إثيوبيا بتزعم دخول الجيش السوداني حدودها وتتحدث عن طرف ثالث الراجل المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قال في مؤتمر صحفي نرسل تحرقات من الجيش السوداني داخل العمق الإثيوبي وقال السودان استغلى شوف الكلام بقى السودان استغلى فراغا أمنيا على الحدود بسبب الحرب التي خاضتها إثيوبيا في إقليم التجري وتجاوز حدود البلاد يا سيد السودان بيقول إحنا تحركنا في حدودنا يقول له ما ينفعش تتحرك في حدودك سيب الأمر كما هو عليه الغتما نقعد يا عم ده بيتي يا عم ده أرضي يعني ده الواقع بالذب الجانب الإثيوبي الجانب الإثيوبي عنده مزارعين وميليشيات حطين إيديهم وضع يد على أرض داخل السودان الأرض اللي داخل السودان من اللي بيزرعها الإثيوبيا السودان لما حصل نزوح بعد التجري قالتهم ارجعوا بلادكم لا ده داخلوا المرة دي بقى مش مزارعين بس وميليشيات بس معهم جيش إثيوبي يبقى احتلال فدخلت القوات المسلحة السودانية وقامت بعدل انتشار وطلعت الناس دي بره الحدود هذه الميليشيات اللي داخلها داخل الأراضي والحدود السودانية هي من قبائل الأمهارة الإثيوبي قبائل ايه؟ الأمهارة قبائل الأمهارة هي الحدود مع السودان أمهارة والحدود الأخرى مع السودان تجري اللي حاصل دلوقتي قبائل الأمهارة دخلوا بمزارعيهم وميليشياتهم وأسلحتهم تحت سمع وباصر الجيش الإثيوبي دخلوا فين؟ دخلوا إلى الأراضي السودانية بيزرعوا ووصل الأمر إلى احتلال كامل الجانب السوداني حاول يطرد هؤلاء حدث المناوشات وحصل صراع وحصل سقوط ضخايا زي ما قلت لحضراتكم مين اللي بيعتدي؟ الأرض السودانية الأغراب اللي موجودين أسيوبيين بيضرابوا في الأراضي السودانية السودان بتحاول تطردول بره هم بيقولوا لأ أبي أحمد والناس اللي عنده بيقول خلي الوضع كما هو عليه يعني إيه؟ يعني تسيب الأسيوبيين عندي يزرعوا في أرضي؟ قالوا آه تسيبهم لما نقعد نتكلم الجيش السوداني الوطني أسر أنه يطهر المنطقة فحدث اشتباكات طيب إيه الموضوع بقى؟ الموضوع عشان الناس برضو تعرفوا أبي أحمد في مأزق إيه هو المأزق؟ أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في مأزق حقيقي ليه؟ هو عنده أحد خيارين كلاهما مر أو أحلاهما مر الأول الأول إما أنه يدخل في حرب مع السودان مع الأمهارة اللي عنده يساعدهم رجالته ويخشوا مع بعض في حرب مع السودان هذه الحرب ستكلف أبي أحمد الكثير إزاي؟ لو دخل في حرب مع السودان السودان الشقيق هيعمل إيه؟ هيفتح حدوده لقبائل التجري ما هو السودان وقف؟ وقفت رجالة مع الإثيوبيين بلدكم ونقف الحدود على التجري لو قام أبي أحمد وضرب السودان أو حارب السودان في منطقة القدارف هيحصل إيه؟ السودان هتفتح الحدود مع التجري لو فتح الحدود مع التجري أبي أحمد سقط ليه؟ لأنه الدنيا تفتحت عنده والتجري دخل تاني إلى آخره طيب الحل التاني إيه؟ الحل التاني المر الأمر بقى أنه يتفق مع السودان ويدوم أرضه أو حق أو حق تبقى للقانون الدولي والترسيم الأرض السودانية يقعد أبي أحمد مع إخواتنا في السودان ويتفقوا ويدوم أرضهم لو خاصل هذا الخيار أو هذا السيناريو إيه اللي يحصل؟ هينقالب عليه مين؟ قبائل الأمهرة ولو انقلبت عليه قبائل الأمهرة خرج لأنه دلوقتي قبائل التجري في عداء مع أبي أحمد مين اللي بيسنده في قارة الجيش وغيره؟ قبائل الأمهرة معاه بيسكله 26% من السكان وعنده لوقتي قارة الجيش كلهم من الأمهرة والأمهرة هم اللي في مشكلة الأراضي بينهم من السودان لو أبي أحمد رضى السودان هيزع على الأمهرة لو رضى الأمهرة هيزع على السودان طيب لو رضى السودان وزع على الأمهرة يحصل إيه؟ الأمهرة ينقلبوا عليه؟ يعملوا انقلاب عليه؟ طيب لو رضى الأمهرة وزع على السودان السودان هتعمل إيه؟ تفتح حدودها للتجري أبي أحمد في مأزق معرفش أنا عرف توصل الصورة دي الصورة الحقيقية نجد الوقتي يعني بس في عندكم هنا ده السودان اهو قدام حضراتكم ودي المنطقة منطقة الفشقة اللي فيها الخلاف دي ارض سودانية والجماعة الاثيوبيين واخدين الارض شغالين فيها هو دلوقتي لو ابي احمد ادى السودان ارضها القبائل اللي سكنها هنا هتنقلب عليه لو خاد الاراضي يدين من السودان والدهل القبائل اللي معها عشان يرضيهم هاعمل ايه سودان هيفتح الباب ليه قبائل التجرية اهيه ترجع لانه قافل عليه من الحدود يبقى هو هو في مأزق دي الفشقة اهي دي المنطقة دي هي دي بس دي المنطقة اهي ودي التجرية خلي بالكم فدي عندها فيه ازمة هنا الاخصى بارض زراعية في الحط كله في حط النيل ايه الحتة دي دي علىها دلوقتي حاليا بس في ارض سودانية سودان عايزة ترودهم ابي احمد لا مش عايز مين هم الناس دول امهرة امهرة يعني خلفاء ابي احمد لو اضطردوا وابي احمد عمل اتفاق مع سودان هينقلبوا على ابي احمد في اثيوبيا لو ابي احمد وقفنا على الامهرة ضد سودان هتفتح للتجرية ده باختصار الوضع داخل اثيوبيا وعلى الحدود بين السودان وبين اثيوبيا السفير الاثيوبي بيقول بن طالب السودان بن سحاب قوتها الى مواقعها السابقة قبل اندلاع الازمة وهم بيقولوا ان سودان استغلت حربنا مع التجرية ودخلوا الى الاراضي اللي بيزرعها اثيوبيين في اراضي سودانية ياخي باجاحة اثيوبيا غير طبيعية مفاوضية الحدود السودانية قالوا الاسيوبيون اقاموا مستوطنات داخل اراضينا والوضع مازال مشتبك مرتبك ندعو الجميع الى ضبط النفس لكن احنا في كل احوال الحق سوداني والارض السودانية ان شاء الله الامور تخرج عن اطار المواجهة العسكرية لكن في كل احوال ده الواقع دي المعلومات ده المأزق التاريخي لابي احمد فكيف يتم حل هذا اللغز